موجودة حاليا في الشرق الأوسط وبدأت تصعد لعالم كله أزمة الإرهاب الصحوة ده فيلم بيهز عرش أردوغان تماما في ذكرى تحركات الجيش وبيجسد أحداث الانقلاب المصطنع اللي كان السنة اللي فاتت الفيلم اللي حصل في تركيا وقال له ده انقلاب وإحنا سيطرنا عليه ولكن كان انقلاب ولا سيطروا عليه ده كان فيلم عشان أردوغان يفضل قيعد طبعا بيستمر رئيس التركي رجل طيب أردوغان في اللجوء للنظام الاستبدادي وممارسات البطش والتنكيل والتعذيب لكل اللي بيفكر ان هو يعرضه باعتباره معتبر نفسه طغيه عثماني وفقا لتحاليل بعض الخبراء حيث تشهد تركيا حاليا حملية اعتقال واسعة جدا ضد المعارضين لرئيس أردوغان من يعني بقالها 365 يوم بعد ما اندلعت تحركات الجيش في 15 يوليو 2016 اللي وصفها مراقبون بأنها مصطنعة جدا عشان يمرروا القرارات الاردوغانية الديكتاتورية اللي استغلها النظام الحقيقة هذا النظام اللي بطش معرضي وان هو يخلق موجة من الاعتقالات ويفصل ألاف الموظفين على كيفه بقى من العملين بالدولة بمزاعم قضاء وشرطة وجيش على علاقته من هما يعني عندهم علاقة بالتحركات الجيش وفتحالا جولون آخر هذه الاعتقالات بقى أعلنته الشرطة التركية مبرح بقى عن اعتقال المخرج السينمائي رافجي منتج ومخرج الفيلم التركي الصحوة الفيلم ده وضع ليه شعار من الانقلابات التي أسكتت الأذان إلى الأذان الذي أسكت الانقلابات بتدور أحداث الفيلم حول تحركات الجيش الفاشلة اللي شهدتها البلد يوم 15 يوليو اللي فات تحت عنوان الصحوة وقالت الحقيقة وسائل إعلام تركية أن أف جي ستوجه ليه تهمة الارتباط بالدعية المقيم في الولايات المتحدة حاليا من فتحالا جولن والذي تقول أنقرة أنه وراء التحركات دي يعني هو اللي بيحثهم على هذه التحركات ده أنقرة أو الإعلام بتاعهم يعني اللي بيقول كده وبيركز الفيلم ده على قصة محاولة تحركات الجيش التنظيم جولن في 15 يوليو وكما سيعرض قصة إعدام رئيس الوزراء التركي عدنان ماندرس سنة 1960 والقصة الغامضة لوفاة بقى الرئيس التامن للجمهورية التركية ترجورت أوزيل أيضا فيه قصة حياة الرئيس الجمهورية الحالي رجل طيب أردوجان لأن الفيلم بيرسم سيناريو مختلف الحياة للأحداث اللي شهادتها تركيا العام الماضي واضح أنها أحداث توضيحية لأن بيظهر رأس الممثل اللي بيلعب دور أردوجان مهدد طول الوقت تحت سلاح جندي تركي واضح أن هو فيلم يعني بيعتمد على الرموز أكتر فيما الحياة تفضي الأحداث إلى مقتل عائلة الرئيس على يد منفذي تحركات الجيش الأمر اللي دفع الشرطة التركية دلوقتي إلى اعتقال مخرج الفيلم في محاولة جديدة لتكميم الأفواه المعارضة داخل تركيا ستلعب الممثلة التركية الشهيرة باري هانس فاش دور أمينة أردوجان بينما سيمثل محمد أربيل دول الرئيس التركي رجب طيب أردوجان تتصور الأحداث الفيلم دي في جسر الشهدة 15 يوليو اللي هما سمون جسر الشهدة وهو جسر البصفور يعني وحسب المصادر فإن ميزانية الفيلم بلغت ما يقارب من 10 مليون دولار أمريكي ما تحددش بعد كده تاريخ عرض الفيلم هما خلص يعني تقريبا خلصوا وتأتي هذه الخطوة مع أعلان أردوجان أنه ما فيش أي مجال لرفع حالة الطوارئ في الظروف اللي بتمر بها تركيا حاليا الشرطة التركية بتستغل هذا الأمر اللي مزيد من الاعتقالات على فكرة حيث ذكرت وسائل أعلام رسمية أن تركيا أصدرت أيضا أومر الاعتقال 34 موظف سابق بمؤسسة الإزعاء والتلفزيون التركية يعني في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جلن المتهب بالوقوف وراء تحركات الجيش في يوليو الماضي فهو يعني معتبر أن ده أمر أو أمن قومي على خلفيته يحق له اعتقال شرطة اعتقال أفراد من الجيش اعتقال قضاء واعتقال أيضا صحفيين وإعلاميين بحجة أن هم بيضروا بالأمن العام فيعني واضح أن الموضوع أيضا بيتأسل زمعالة الصعيد الداخلي في تركيا غير دعمها للإرهاب